تارة بالنفس هذه العين هي التي تسمى بعين البصيرة وهي أرفع قدرا من العين الظاهرة لترفعها عن نقائص العين الظاهرة نسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا وإياكم بنور الإيمان والإسلام اللهم أمين رب العالمين هذه العين هي العين الحقيقية لأنها منزهة عن نقائص عين البصر فعين البصر كثيرا ما تخطأ وإذا أصابها الوهن والضعف مع الكبر ترى الأشياء ربما تكون معكوسة أما هذه العين فترى الأشياء على حقيقتها عندما تكون منيرة ولقد جعل لكل عين من العينين شمس ونور إحدهما الظاهرة والأخرى باطنة عند ظهور ذلك النور تصير تلك العين كاملة الإبصار والظاهرة من عالم الشهادة هي الشمس المحسوسة أما الباطنة من عالم الملكوت فهو الإسلام والإيمان والقرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام وعين البصيرة وحدها هي التي يمكنها مشاهدة تلك الأنوار عين البصيرة وحدها هي التي ترى هذه الأنوار وتطالع ما فيها من أسرار وتهتدي بما لها من منارات بل عين البصيرة هذه ملزهة عن أن تحوم بجنبات قدسها معاني القرب والبعد فالقرب والبعد عندها سواء إنما معاني القرب والبعد تختلف بالنسبة لحاسة البصر بالعين الظاهرة أما عين البصيرة فعندما تكون منيرة كل الأشياء الطيبة منها قريبة فهي إذا سلمت إذا سلمت من العوارض تعرج كما قال العلماء في تطريفة بصاحبها إلى أعلى السماوات رقية إذا سلمت من العوارض تعرج بصاحبها في طرفة عين إلى أعلى السماوات وإذا عميت ونعوذ بالله تعالى من ذلك تنزل في لحظة إلى تخوم الأراضين هوية وهكذا هي دائما فكما أن السائر في الطريق في ظلمة يضل عن الطريق فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق إذا أضاء الضو اهتدى وعرف طريقه كذلك عين البصيرة تعرجه إلى أعلى السماوات إذا هز المره أعطافها واستورى زنادها ونبأها بكلام الحكمة من الكتاب والسنة إذا أعقضها ونبأها بكلام الكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنارت وأضاء لها الطريق ويكذلك تنزل إلى تخوم الأراضين عندما يزدل علي الحجاب بدخان نار الشهوات فتظلم فتظلم وتضل الطريق إلى الحق حتى تنزل إلى أسفل سافلين فانظروا إخواني وأخواتي بما تغذون عين بصيرتكم فقد كثر الله تعالى لكم في الوجود أنواره ولكن إنما يهتري بالنور من لا يكون له حائل دون الاهتداء بهذا النور من أزال الحجب بين عين بصيرته وبين ذلك النور هو وحده الذي يمكن أن يهتري بذلك النور أيها المسلمون والمسلمات وكما قلنا بحسب ما في عين البصيرة من نور وبما اهتدب به من أنوار يكون النور في العالم الأعلى يكون النور في عالم الآخرة ومن المعراج الأول الذي ترقى به من أبصر بأنوار الله أو السفول الذي رد به أعمل بصيرة إلى أسفله سفلين يكون التلقي أو النزول في العالم الأعلى وذلك عندما يعين الناس أول تجل للأنوار في عالم الملكوت عندما يعين الناس أول نور يظهر لهم في عالم الغيب يوم القيامة وذلك إذا قامت القيامة وكان النور الأول الذي يتجلى للعباد هو نور العدل الإلهي ذلك العدل الذي سمه الله تعالى في كتابه نوراً فقال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء أي أنارت الأرض وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده وكما أن الظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن العدل نور والمقصود بالأرض هنا أرض الحشر أرض المحشر لا أرضنا هذه وذلك إشارة قرآنية وذلك في إشارة قرآنية إلى خلوص أرض المحشر من ظلمات الأعمال التي كانت جارية في العالم الأرضي فمن كان استضاء من العباد بنور الله تعالى في الدنيا أو بشيء من أنواره في هذه الدنيا تجلى له نور العدل الإلهي وأشرق في عين بصيرته وعلم أنه لن يظلم شيئاً ولن يقدر على أن يخبئ من أعماله شيئاً وهو في كل ذلك حسن الظن بربه لأنه تراء له نور العدل فرآه بعين بصيرته بما كان أبصر في الدنيا وفي مثال ذلك جاء حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره يعني بالجنوب هنا عندما يقول يدن المؤمن يعني يقرب العبد من كرامته ومن وضع كنفه عليه أي أنه تعالى يعطف عليه برأفته ورعايته إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا يقرره بذنوبه يعني فيقول أي ربي أي ربي نعم نعم أي ربي أعرف ذلك الذنب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك من كثرة ما عرض عليه من الذنوب يقول الله تعالى الرحيم بعباده سترتوى عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ذلك لأنه استضاء بنور الله تعالى استضاء بنور الله تعالى في الدنيا فكان هذا الضوء في قلبه منارة يعرف بها بين العباد فيستره المولى كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة ويغفر له قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين بل إن من آل الإيمان في هذا الموقف من من استضاء بنور الإيمان بالله وبرسوله من يبلغ به الحياء مبلغه حتى يذكر بذنوبه فيذكر ذنوبا لم يرها في صحيفته فيستحي من عدل ربه فيخبر عن نفسه قائلا إن لي ذنوبا لم أرها فيما أرض عليه وفي ذلك أخرج أحمد ومسلم عن أبي ذر الغفري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه أروه في صحيفته فقط الصغار دون الكبار قال فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا بكذا وكذا وهو مقر لا ينكر هو مقر بما يعرض عليه بما يعرض عليه لا ينكر وهو مشفق من الكبار يقول في نفسه فماذا إذا عرضت علي الكبار هذه الصغار مهلكة فماذا إذا عرضت الكبار فيقال من جهة المولى سبحانه وتعالى أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة ولولا النور الذي استنار به في الدنيا وقبسه من قبس القرآن وقبس سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان هذا موقفه أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة قال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها لأنه بين يدي العدل وقد رأى نور العدل فيقول إن لي ذنوبا هنا ارتكبت ذنوبا لا أراها هنا في هذه الصحيفة قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا روى البيهقي عن صاحب البصيرة النافذة سفيان الثورية أنه قال ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي ربي خير لي من والدي نعم نعم إيوى ربي ربي خير إن ربنا لا غفور شكور شمر بن عطية يقول غفر له مذنوبا التي عملوها وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به مولانا دلنا على الخير فإذا عملنا بالخير شكر لنا استعمالنا لطريقته واتخاذنا لسبيله واصطيضاءتنا بأنواره فالعبد دائما هو المنتفع على ربه غفر لهم الذنوب التي عملوها وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عملهم هذا موقف من أنارب بصيرته في الدنيا بشيء من أنوار الله فرأى نور العدل الإلهي أما من طمص عين بصيرته في الدنيا من منافق وكافر فإنه لا يبصر نور العدل الإلهي فينكر ويتنكر لكل شاهد يشهد عليه ويزعم أنه لا يرضى إلا بشاهد من نفسه في ظن منه أنه معجز ربه تبارك وتعالى فيأتيه الشاهد بالحسرة فيختم على فيه كما جاء في الحديث الذي يخرجه مسلم في الصحيح ويقال لأركانه انطقي تكلمي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل أيها الإخوة والأخوات هذا افتراك الناس أول افتراك يحدث بين الناس في عرصات القيامة بسبب ما اكتسبوا من النور والظلمة وكما افترقوا بقدر ما معه من أنوار الهدايات الإلهية في أرض المحشر كذلك يفترقون حين يقتسمون المنازل بقدر ما معهم من ذلك النور فاذضروا إخواني وأخواتي بما تغذون عين بصيرتكم اليوم فقد كسر الله لكم في الوجود أنواره ولكن كما قلنا إنما يهتدي بالنور من لا يكون له حائل دون الاهتداء بذلك النور والحديث موصول بعد إن شاء الله أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 الله أيضا المترجم للقناة 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 So if it is guarded from harm, it lifts a person to the highest heaven. And when it is blinded, it drops a person to the lowest levels. That is how it functions. So as a person who walks in darkness, he will go astray. And if he is given a light, he will find his way. Similarly, the eye of insight, it could lift a person to the highest heaven if he preserved it and made it aware of the words of wisdom from the Quran and the Sunnah. And it could pull a person down to the lowest places when it is veiled by the smoke of the fire of desires. So the path becomes so dark that a person will lose his way to the truth and descends to the lowest of the low. So brothers and sisters, look at how you nourish your insight. Because Allah provided us plenty of light. But the ones that will be guided are the ones that do not have barriers between them and guidance. And between guidance. Dear Muslim brothers and sisters, the first stage of ascending or descending for a person with a seeing or a blinded insight will be on the Day of Judgment, when people will experience the lights of the unseen heavenly world. The first of these lights is the light of the divine justice. Allah revealed in Surah Al-Zumr, verse 69, and the earth will shine with the glory of its Lord. So the earth will be illuminated by the divine justice and Allah's just judgment between people. While the injustice that people commit will be darkness, as the Prophet ﷺ said, injustice will be darkness on the Day of Judgment. The earth that is mentioned in the verse is a reference to the place of gathering on the Day of Judgment, indicating that it will be free from darkness. It will be free from the darkness of the actions that occurred in this world. So the ones that were guided by the divine light in this world, the light of the divine justice will manifest to them and it will shine in their insight. So they know that they will be treated fairly and will not be able to hide any of their deeds while thinking the best about their Lord. Illuminating, illustrating this concept, the Prophet ﷺ said, Allah honors the believer, so he brings him close to him and covers him with his compassion and care. Then he asks him, do you recognize and admit this sin? So the believer responds, yes, my Lord, until he admits all of his sins and then he thinks that he will perish. Allah then tells him, I covered them up during your life and I will forgive all of them today. Then he will be given the record of his good deeds. While for the disbelievers or the hypocrites, it will be broadcast aloud, those who lie to their Lord, so may God's curse be on the oppressors. Some of the believers who were eliminated by the light of belief in God and his messenger show extreme modesty when they are reminded by their sins, such that they admit sins that they do not see in their records. So they are ashamed of the justice of their Lord and they say, I have sins that I do not see in my record. The Prophet ﷺ said, the man will be brought on the day of judgment and Allah will say, show him his minor sins and hide his major sins. So he will be told you did such and such on this day and he admits it while he is worried about his major sins. So it will be said, replace every sin he committed with a good deed. So he will then say, I have sins that I don't see. Abu Dhar, the narrator of this hadith said, I saw the Prophet ﷺ laugh until his teeth and fangs were showing. Sofyan al-Thawri said, I would not have liked that my accountability on the day of judgment would have been left for my parents. Indeed, our Lord is better for me than my parents. Indeed, our Lord is better as he revealed in Surah al-Fatir, verse 34, our Lord is indeed oft forgiven, most ready to appreciate good deeds and to recompense. Shamra ibn Ata said, Allah forgave the sins that they committed and rewarded them for the good deeds for the good deeds that he guided them to do in this life. So he rewarded them for so he rewarded them for those for the good deeds that he guided them to do in this life. With respect to a person with a blurred inside vision, either a hypocrite or an unbeliever, he does not see the light of the divine justice. So he denies and disbelieves every witness presented to him and claims that he will only accept a witness from himself thinking that he can outsmart his Lord. So the witness comes to him with sorrow. So his mouth will be sealed and his limbs will be asked to speak as was narrated in the hadith of the Prophet ﷺ. He said that the limbs will then will be a witness about the deeds that he committed and then he will be free to talk again. So he says to his limbs, curse you, I was fighting for you. Dear brothers and sisters, as people will be categorized according to the amount of light of divine guidance that they have on the day of judgment, the same scale will be used to grant them their rewards. So pay attention to what you nourish your eye of insight for Allah granted you plenty of his light. But the ones that are guided to them are the ones that have no barrier to guidance and we inshallah will continue with this topic. As-salamu alaykum. الحمد لله الذي من عمت يتتم الصالحات والشرى لا يلا إلا الله قلو الأرض والسماوات والشرى النسير ونبينا محمد رسول الله تقل الله فوقا وتوكل عليه في كفاه واعتمل عليه في آواه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابة الأئمة الهدى أما بعد فيأيوها المسلمون والمسلمات وصلكم ونفس بتقوى الله فينا تقوى الله خيروزاد اليوم المعاد والله يسأل يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألنا حق حقا ورزقنا اتباعا وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا ومنحنا هداك ووفقنا لما فيه رضاك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين إلهي خلقتنا فلا تحرمنا من نورك وارسلت إلينا رسولا فارزقنا اتباعه وأنزلت علي كتابا فارزقنا العمل به اللهم لا ترع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينة إلا قضيت دينه ولا مقروبا إلا فرجت كربته ولا حاجة يليك رضا ولا نافيها صلاح من حوائش الدنيا والآخر إلا قضيته واسرته بفضلك وكرمك ورحمتك ورحمة الرحمن يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأنوات إنك ربنا قريب ومجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاءه ذو القربة ويناع الفحشاء والمنكر والباغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم محكم الصلاة